اعلنت الصين يوم السبت يوم حداد على الالاف ممن وصفتهم بالشهداء الذين قضوا نحبهم في تفشي فيروس كورونا المستجد ونكست الاعلام في جميع انحاء البلاد وعلقت كل اشكال الطرفيه وتزامن يوم الحداد مع حلول عيد تشانجمان السنوي الذي تكرم فيه ملايين الاسر الصينية اسلافها وعند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت بكين التزمت البلاد الصمت لمدة ثلاث دقائق حدادا على المتوفين ومن بينهم عاملون في المجال الطبي واطلقت السيارات والقطارات والسفن ابواقها كما انطلقت صافرات الانذار من الغارات الجوية وذكرت وسال الاعلام الرسمية ان الرئيس ساشي جنبانغ والقادة الصينيين الاخرين وقفوا في صمت امام العالم الوطني في مجمع تشونغ لانهاي للقيادة في بكين معلقين على صدورهم زهورا بيضاء علامة على الحداد وتوفي اكثر من ثلاثة الاف وثلاثمائة شخص في بار الصين الرئيسي جراء هذا الوباء الذي ظهر لاول مرة في مدينة وهان عاصمة اقليم هوبي بوسط الصين تبقى لاحصاءات نشرتها لجنة الصحة الوطنية وفي مدينة وهان تحولت كل اشارات المرور في المناطق الحضرية الى اللون الاحمر عند الساعة العاشرة صباحا وتوقفت حركة المرور لمدة ثلاث دقائق وتوفي نحو الفين وخمسمائة وسبعة وستين شخصا في تلك المدينة التي يبلغ عدد سكانها احد عشر مليون نسمة هو ما يمثل اكثر من خمسة وسبعين في المئة من حالات الوفاة بكورونا في الصين وكان من بين الذين توفوا لي وينج لانج هو طبيب شاب حاول ان يدق ناقوس الخطر للتحذير من المرض وكرمت حكومته بيلي قبل ايام بعد ان اتهمته الشرطة في بادئ الامر بنشر الشائعات وفي الوقت الذي تجاوزت وهان فيه الاسوأ ينتشر الفيروس في جميع انحاء العالم منذ يناير كانون الثاني وادى الى اصابة اكثر من مليون شخص ووفاة ما يربع على خمسة وخمسين الفا وشل الاقتصاد العالمي اشتركوا في القناة